الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي قال أن المباراة مباراة الفريق الأول وأمام طبعا الاتحاد المنستيري التونسي تقرر خلاص إقامتها يوم 9 أكتوبر طبعا كان مفروض المعاد يتم تحديده خلاص 9 أكتوبر إن شاء الله في إطار منافسات دور 32 لدوري أبطال إفريقيا وأوضح كمان أن مفروض تلقى خطاب رسمي بتحديد موعد المباراة مباراة الذهاب في تونس وحيكون بالتنصيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق طب لو تكلمنا شوي عن الاتحاد المنستيري هو يمكن أول مرة بيشارك فيه دوري أبطال إفريقيا ولكن خليني أقول لحضراتكم هو مستوى يعني لما لعب في الموسم اللي فات فيه الدوري التونسي كان متقلق جدا وكان الناس بتعول عليه أو ناس كتيرة كانت بتقول إن ربما هو اللي حيفوز بالدوري التونسي لكن طبعا اللي فاز به التراجي طبعا برضو يا كريم من الفرق التقيلة جدا لكن فكرة هنا ان الاتحاد المنستيري الأول مرة بيشارك ونفس الوقت أداءه كان حلو جدا ده يعتبر برضو يعني خطوة حلوة في تطوير الكرة في تونس بارك وإشارة إن إحنا مش هنلاعب فريق ضعيف لأن فيه ناس الحقيقة يعني فيه أسماء لما توقع مش درجة قوي مش بتتسمع مش بتدخل الودن كتير فالواحد بيتخيل وده بيبقى تخيل خاطئ تماما إن الفريق ده مقدور عليه لا تاني نرجع ونقول لحضراتكم الفرق التونسية عموما كلها قوية جدا وبعدين طالما فريق وصل للمرحلة دي معناها إن إحنا بصدد لقاء مع فريق وخصم قوي وإن شاء الله ربنا يصلح الأحوال ونشوف لقاء يعني يرضينا ويرضي جماهيرنا بكل مكان ترجمة نانسي قنقر